عندما تكون لاعب كرة قدم وتسجل هدفا فأنت تريد أن تحتفل لكن عندما تتعرض أنت وبعض من زملائك للإيذاء بسبب عرقك أو لونك فهناك نقطة أكثر أهمية من الاستمتاع فقط بفوز فريقك 5-1 لقد قمنا بمحاكاة ردة فعل مهاجم المنتخب الإنجليزي رحم ستيرلينج على هتافات جمهير مونتونيغرو أو الجبل الأسود ذات الطابع العنصري ببساطة قام ستيرلينج بوضع عينه بعين الجمهور عين المشجعين وشنف أدني بمعنى أنا أسمعكم وأفهم ما تقولون بعد المباراة أوضح أن تلك الإيماءة كانت استجابة لصرخات العنصرية التي تعرض لها اللاعبون وهو أيضا أردت فقط أن أقول لمشجع الجبل الأسود الذين تفوهوا بعبارات عنصرية ضد لعب إنجلترا أن عليهم القيام بشيء أكبر من مجرد أننا سود حتى يمكنهم أن يؤثروا بالسلب على آدائنا ستيرلينج قال على تويتر مغردا هذه هي أفضل طريقة للرد على الكارهين نعم أقصد العنصريين هاشتاغ تعلموا وطبعا هذه صورته مرة أخرى وهو يقوم بنفس الحركة ستيرلينج رد على الهتافات الذي بدأ بعد ست دقائق فقط من عمر المباراة عندما كان الظهير الأيسر داوني روز يستحوذ على الكرة استمرت الإذاءات والهتافات التي تشبه طبعا ونحن نتحافظ على الكلمة ولكن هذا ما يقوله الجمهور أو ما يقوله اللاعبون تشبيههم بالقروض خلال المباراة ووجهت أيضا المهاجم كولوم هاتسون دوي دوي وهنا قرب نهاية المباراة أنظر اللاعب روز طبعا نعذره لست خبيرة بكل لاعبي المنتخب الإنجليزي ولكن المشهورين منهم فقط عندما أنظر اللاعب روز بعد تدخل عنيف علت الهتافات بشكل منطرد طبعا ليس فقط لأنه هاجم اللاعب المونتونغري أو من جبل الأسود ولكن فقط بسبب لونه على الرغم من التقارير المنتشر عن الهتافات العنصرية يقول المدرب الجبل الأسود يقول ليوبيسا تامباكوفيتش لم أسمع أو ألاحظ أي هتافات عنصرية لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يأخذ ذلك الأمر على محمل الجد فاتخذ إجراءات تديبية ضد الجبل الأسود وستالينغ يقول بأنه راغب بأن يرى عقوبات مشددة تفرض على جميع مشجعي الفرق الصادحين بالعنصرية وليس فقط منتخب مونتونغري إنه عار أننا ما زلنا نتحدث عن هذا الموضوع نحن في عام 2019 وأظن أنه آن الأوان لفرض عقوبات حقيقية على هذه التصرفات ساعة الاستاذ 15 ألف متفرج وأعتقد أنه لم يكن ينبغي السماح للجماهير بحضور المباراة حظر دخول الجماهير سيجعلها تفكر كثيرا قبل التفوه بهذه العبارات هم يعشقون كرة القدم ويريدون تشجيع منتخب بلادهم لذا فمنع دخولهم سيكون راضعا لهم ذلك الموقف الذي اتخذه ستيرلينغ ضد العنصرية كسب لنفسه مشجعين نتحدث اليوم عن الكابتل السابق في إنجلترا يقول أنه ليس فقط أحد أهم لاعب إنجلترا ولكن ستيرلينغ أصبح صوتا ذكيا ومضمونا ويحسب له حساب من أجل الخير في لعبتنا ومجتمعنا